السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال الجميع ؟ سامحونا لدينا فترة طويلة مع اشترك فيديو لكن لا يوجد كيف تسلا دارت حدث كبير ثلاثة او اربع ايان فاتوا الموضوع دار ضجة فنحكوا ما هي القصة و ما هي الرواية عمق إلون ماسك ممكن من سنة سنتين اعلن انه يطلع سيبر ترك قال سوق سوق ما نقوله تركشنية بالعربية والله ما نعرف بالظبط المهم لكن هذه العاليات زي التندرة اللي عندنا قال السوق هذا ليه مئة سنة مش متغير وانيح نحاول ندير فيها تغيير جدري فانيويز ليه فترة يقول لنا رؤوا الموضوع غير تقليدي غير تقليدي لكن صراحة ما توقع ناش ان يكون بهالشكل فيبدو ان الراجل افتح برنامج البينت واستخدم زي مازمان نرسمه في السيارات عبارة عن زوايا وزوز دوارات وطلاح وقال هي هذا السايبر ترك فانيوي نحن نخطم على الفيديو ان شاء الله للإيفنت حضرتها لايف طبع عني خاصة تكسير المرش تحشمتها لكن عادي يعني لكل جوادين كوبوا وتصير الأخطار حتى المايكروسوفت هي العملاقة في الويندوز 95 صار كراشة وطلعة بلو سكينين في ديث وهي مايكروسوفت قاعدة عايشة ما فيها مشكلة فانيوي نحن نخطم الخطم السريع على الفيديو طلع طبعا ايلون ماسك احكي على تاريخ احكي في الاول تاريخ او البيكابس اليوم يعتبروا يجب ثلاثة أشهر سيارات على الإطلاق في امريكا هما عبانا عن ترك أو هما العاليات خاصة الفورد الفورد فالسيارة من بره تخيل صناعها من ألومنيوم نفسه الذي صنع منه الصواريخ متاعها متاع Space X يستحيل أنك تدير فيه دنت أو أي شيء وبالفعل مهندس التصميم متاعه جاء يخبط الترك هذه الفورد M50 بعد ذلك جاء يخبط السيارة ما صارش فيها أي شيء طبعا واضح الديزاين غريب جدا هو فكرة أنه يدير أكسوسكيلتون يدير إطار واحد فقط ما يريد أن يمركب من عدد أشياء ويحافظ طبعا الإيرو ديناميكس الإنسيابية في الريح لما تجري وكذلك فكرة أنه يريد أن ينقص بقدر المستطاع تكليف الإنتاج فهو يصنع عبالة عن قالب وركب على جل وزوز مطير أو ثلاثة مطيرة لحسب الأبشن التي تأخذها وتترم وتتوقع الله وبالفعل قدر ينقص التكليف بشكل غير عادي جدا يريد أن يسوى تسعة وثلاثين ألف دعنا نكمل الفيديو فهذا المهندس التصميم هذا المهندس التصميم طبعا قال أنها تعتبر بولت بروف أو مضادة للرصاص لأنها مستخدمة المادة المصنعة منها صلبة جدا الفكرة جدا طبعا لما يجرب المرش يجربوا هم المرش من فوق حاول يكسر مرش سيارة عادية تكسر بالفعل وبعد تالي يجرب المرش لن نظر المرش فهنا يجرب المرش فهنا يجرب المرش العادي تكسر وبعد تالي يجرب المرش متاع السيبر ترك متكسرش فيقال أنه كان المرش مشحوط فالمقاومة متاعها كانت كويسة لما تضرب هو الشنسما اللي معاه الباب يبدو أن المرش نزل شوية فلما لوح كورة الحديد تكسرت فبالفعل مدائر هو حتى داموه هنا على التويتر متاعها ما تكسرتش يعني هيها زيته شوف معاي أو حدفها بقوت قوتها ما تكسرتش ما فيهاش أي شكلية فتخيل المرش أنت تحت في ليه كورة حديده ما يتكسرش مراتا ما فيهاش أشكلية فانوي خلي نكملوا الفيديو متاع الإفنت أو الكي نوت فرنس هل تحاول أن تساعد هذه المرش أرجوك وهذه اللي لبسوها عليها وقالوا حتى الستوك ماركس نزلت شوية لكن كما تعرف الستوك ماركس تنزل وتركب حتى بعطسة من أي شخص هل تتكسرتش نعم يا مراتا أنا لم أفهمتش طبعا ما صحيح فلو زبها بالفعل هي مفروض تتكسر أو شيئا فقال أعودها وزاد عودها وتكسر المرش الثاني من جديد ففلطة والمشكلة لم يحاولونها قاعدة سيارة طوال الحدث أوه 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 اللي صارت من أول يومين وصلت طلب إلى 145 ألف وحتوى حاليا قبل شوية نزل تويتها 200 ألف تقرأ تطلبها بـ 100 دولار فآخر حاجة منزلها هو هنا 200 ألف أو طلبية هي ممكن حتويتها بعد سنتين أو سنة ونص من تقرأ فأنيوي اللي بيطلب تخش للتسلا.com طبعا زي ما تعرف التسلا ما عندهاش ديلرز ما عندهاش وسطا ما فيش حزمها وكيل ما وكيل لا شركة شركة الوحيدة شركة الوحيدة في العالم على حسب علمي اللي تيجل تشري منها طول انت ما تجلس تشري من BM تشري من Mercedes تشري من Ford في Dima Dealers وهذه طبعا همسوا من أقدم قلبك التسلا تخش على الموقع متاعهم وتشري السيارة منهم على طول من غير أي ورق تشري حتى من الموبايل فأنيوي نعرف صديق ليبي هنا معنا في البرتدال حشيشتها تركس ونرى إن شاء الله كان أخداها سنقوم بإذن الله ففيه الموديل اللي هو مطور واحد هذه تمشي بك 250 مايل في حدود كم 380 ممكن كيلو متر تقدر تجبد حمولة 7500 طرطل اشبه كم تطلع بالكيلو جرام من 0 إلى 60 من 6.5 ديول موتور مطور من قدام وضر تمشي بك 300 مايل كبتارية باتارية ضخمة وتجبد حمولة 10000 رطل اشبه كم تطلع بالكيلو جرام طبعا القوية جدا هي التراي موتور 3 مطير كلهم طبعا معادة الأولى بكل وهذه السعر كما تلاحظ أنه يزيد كل ما تأخذ عدد المطور الأخيرة بقل تخيل توصل لـ 800 كيلو متر يعني تطلع من ترابلس تطفيها مقوين في جدابيا ما غير جواد بعد سرة أعتقد ما تضطرش توقف على الإطلاق ف800 طبعا أكيد فيها الريح وفيه سخونية وهل قاعد أنت تكرر في شيء معاك وما تكررش لكن بصفة عامة عندك 800 كيلو متر وهذا الشيء خرافي تقدر تجبد ما مقداره 14 ألف باوند تجبد أو مركب أي شيء موطوات أو اللي هو وتخيل أسرع من بورشا فأسرع من بورشا وأقوى من الفورد ما اسمه F-150 اللي تعتبر أم الـ في أمريكا فأسرع من بورشا وأقوى من F-150 طبعا قبيحة جدا الله غالب الموضوع كل اللي علاقة بالأداء فتقدر بري أوردر بمئة وخمسين دولار أو مئة دولار ويرجعها لك لو ما صارتش أني يزمان حجز في بعد ذلك طلعت صغيرة ما بعد طبعا استقررت على الموضل S فرجعوا لقيمة كاملة في الموضل 3 وبعد ذلك جد فترة بناخد الموضل X اللي ينفتحوا فوق وما صار ليش ورجعوا لقيمة كاملة غير منقوصة أي دولار فأنيوي خلينا نشوفوا شوية صور هكي وهكي هذه الـ ATV ممكن تطلعها التسلا وهذه كيف تركب سيته طبعا هذا ينجبد ويتسكر فهذا يقولوا له البد هو يقولوا له البد كبير جدا طبعا يحمل كمية لا بأس بها هذه من الجن هذه هي تتحرك زيته هذا الفريق وهذا الـ تشوف مكبرها ضخمة جدا هي يعني توصل حجمها حجم الـ F-150 طبعا تنجام فيها تنجام وتنزل بشكل زيته هذه الموضل 3 شوف ضخمتها فهي ضخمة يعني ما يغرقش شكلها كذلك يقال أنه ممكن هذا الـ يغطي البد ليغطي 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 يقال أنه ممكن يركب عليه أو خلايا شبسية فتخير وانت ماشي تبقى تشحن في 20-30 كيلومتر خير من بلاش على الموضل واضح الفرق شوف كل الـ تركس لها 100 سنة زيته فورد فورد رام دادج مش عارف شين هو وهذه السايبر ترك طبعا هو يعني غريب الأطوار ويحب الأفلام السايينس فكشن وماء والمريخ وممريخ وغيره فهم أتر فيه الدولوريين والجيمس بوند والأفلام هذه طيب طبعا طلعوا هلبا ميمز وأشياء كذلك ممكن كنت تتركب لها بعض الأشياء وتبدأ لك زيته فتدير بها زردة القدام هذا طبعا حسنا دعونا دوره شوية على التوتر شوفوا هنه كيف تجبد في تجبد في تجبد في تعتبر زي ما قلت لك واحدة من أهم في أمريكا شوفوا كيف تجبدها بكل بساطة التوين في حاسة متاعها رهيبة فالله أعلم كيف ستطلع هنا يسرح الإيرو ديناميكس ماركس هنا يحجز فيها حتى هو هذه كما قلت لك الفيديو يوضح أنه ما تكسرش المرش في الديمو هذا فريق التصميم فهذه السايبر ترك يعني في عجالة يحبين أن نديروا عليها فيديو لأكثر القلب نحكو عليها أننا صارت عليها ضجة كبيرة وهو ديما هو ديما إكسنتريك إيلون ماس ديما إكسنتريك فورد هنا شباته قلت له هيا أجيبها وشكله يبو يتصارع معا فقال لهم برينجران فصير فيه يعني نوع من الرايفري أو المنافسة الشديدة بينه وبين جماعة الموستانج حتى الموستانج طلعوا واحدة رأوا ألكتريك البورشا طلعوا تايكان ألكتريك فكل الشركات ستطلع ألكتريك يا جماعة الخير فل ألكتريك ليس هايبرد ليس شوية بتارية وشوية بنزينة العالم متجه للألكتريكيشن لا محالة كل شي سيكون بالألكتريكيشتي أوكي فهذه أهم الأشياء هذا يقال أنه هو سيكون سيدة بس سيدة بس سيدة بس ستنفر فستة كراسي الداخل ترفع ستنفر هذه الحجم بينها وبين الفوردة الفففتي المشهورة نوعا ما نفس حجم الفففتي بالزبط وهذه كيف غريبة طبعا غريبة بكل مضلعات مربعة متلتات ما فيهاش اي نوع من الانحناء لان الانحناء هذا بيكلف فلوس اوكي فهذه السايبر ترك حبينا ندرولكم على هكي فيديو سريع الاكتر والاقل بارك الله فيكم جميعا كان زي مكان اعطانا لربك الوقت وقدرنا نشوفوها بعد سنة و سنة و نصف هندرولها فيديو ان شاء الله انا قاعد وعدكم بفيديو من الماضي الاس للتسلا اللي عندي اني بنحكي لشوية فيتشيز جديدة في الابديت لخير بارك الله فيكم جميع المشكورين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته